السلام عليكم الفيديو ده معد عشان خاطر اشرح لحضراتكم ازاي الطالب يقدر يحل التمرين ويرفعه على موقع التعليم الالكتروني لكل التكنولوجيا والتلمية طبعا رفع اجابة تمرين في نفس الوقت هيعلمك ازاي ترفع الحل بتاع اي تكليف طلابي او شيط او مشروع فصلي او حتى امتحان او امتحان معمول بشكل بسيط ممكن برضو يعلمك ازاي ترفع حل بتاع امتحان نخش على الاول على الموقع من خلال الحساب بتاعك وبعدين بتخش على الكورس بتاعك نفترض ان انت دخلت على كورس نظم المعلومات ان انا مجهز الصفحة عليه لان احنا شايفين كده لما تخش على الكورس صفحة الكورس هتلاقي تحت عند التمرين فيه مجموعة التمرين هتطالك مستاذ المادة في المقرر بتاعك انا جبت حاجة طبعا معدنة مسبقا عشان خاطر ايه نقدم الفيديو ده خلينا نقول مسلا ان احنا هنحل التمرين رقم خمسة اللي موجود هنا اللي موجود في الفصل التالت هيظهر لك الصفحة بتاعت التمرين زي ما احنا شايفين التمرين له رأس كده وبعدين فيه ازاي هتسلم الاجابة وفيه الحاجات المطلومة منك بالزبط اول حاجة قبل ما تقرأ التمرين او قبل ما تعمل اي حاجة لازم تعرف موعد تسليم التمرين ده امتى الاول بيانات التمرين دي هتلاقيها فين هتلاقيها تحت تحت اللي هي موجودة هنا اه ال اتنين ابريل الفين وعشرين ساعة اماشر يعني في فضل تلات ايام التمرين ده هو مفروض دي تسلمه قبل تلات ايام وتمن ساعات بالزبط بعدين برضو تخلي بالك بعدها اني التمرين لسه ما تقدمش فيه يعني فيه بعض الناس بتسلم التمرين وبعدين بترتكب خطأ معين فالتمرين ما بترفعش متى تخلي بالك تراجع ان برضو الحتة دي بتقولك انت سلمت الحل ولا لقى قبل كده وبعدين برضو بيعرف ان كانت اتصحح ولا لسه تاني حاجة بتعملها بعد اه ما تخش على الصفح انك تشوف هل التمرين ده اه اللي عمل التمرين استاذ المادة منزلك مع ملف ولا لا فهنا التمرين ده هو الميزة اللي فيه انه هو نازل ما عمله في تنزيل تمرين خمسة يعني انت ممكن تروح ها يطلع لك ايه الفايل بتاع التمرين نفسه اهو قدام حضرتك اطلعه برا كده هتلاقي التمرين موجود قدامك اهو موجود في ملف ورد انت كده عملت له عندك تقدر ايه تقرأ عادي برا ايه الكورس برا الوقت بتاع حال التمرين ثالث حاجة تعملها انك تدوس على زرار ده مهم جدا ده اللي هيمكنك من حل التمرين تدوس على هنا هيفتح لك الويندو تاني بتاعت التمرين بس هيشيل البيانات تحت التسليم وهيحط لك تحت هتتسلم الحل ازاي تعملين ده الميزة اللي فيه انه ميديك طريقتين لتسليم الحل اول حاجة مربع نص تكتب فيه اي حاجة انت عايز تكتبها بالنسبة للحل او انك انت ترفع فايل السهم ده لما تشوفه مكتوب عليه ايه يو كان دراج ان دروب الفايل بتاع الحل انت ممكن تجيب فايل وتروح سحبه وراميه حينه يبقى ده الحل بتاع فانت عندك حاجتين تمام خلاص بعد انت معرفت البيانات دي كلها اه الخاصة بالتمرين وطمنت ان التمرين فاضله يومين اه تلاتة تقول طيب انا هحل التمرين دلوقتي ليه طيب انا اقفل الواجب او التمرين ده هو واحله برا بعد ارجع افتحه وتاني ده الحل الصحيح ده السليم جدا طبعا انت نزلت الملف بتاع التمرين اه لو فيه حاجة مختلفة عن ملف التمرين عن اللي مكتوب في رأس السؤال هنا بسيطة جدا تروح جايب اللي موجودة مع الويندوز فيه كده برنامج كده باسمه ده هو لأخذ صورة يعني نعمل يعني زي ما بنقول عليها بالنسبة لأي حاجة موجودة على سطح المكتب وشكل المقص موجود عليه دوس على يعني انت عايز تاخد صورة الحاجة اللي موجودة دي وبعدين اقطع كده ايه اخد الحتة دي كده صورة منها هاي ايه هاخد لك صورة منها سيفها في اي حتة انت عايزها مسلا نحطها على سطح المكتب وسميها اي اسم موجود كابتشر واحد مسلا خلص كده يبقى انت عندك ايه سكرينة من التمرين الموجود ده هو وعندك الملف بتاع التمرين اصلا موجود عندك تروح ايه عامل ايه بعدك تروح تطالع عامل بتنتمئ الفيدي بتحل التمرين بتاعك برة طبعا اه بعد انت ما قفلت الببرنامج بدأت تحل التمرين لوحدك بعد στα Proauen ما قفلت الببرنامج ويفترض ان انت ايه فتحت برنامج مثلا على سبيل المثال وحلت في التمرين فتحت صفحة فاضية كده وعادت كتبت الحل بتاع التمرين زي ما انا كده ايه ما ليه لك اي كلام كمسال على حل التمرين بتاع آآ آآ اللي موجود في مقرر نظم المعلومات اللي قدام حضرتك وبعدين بعد محلية التمرين خدت منه كمان صورة بنفس الطريقة بنفس البرنامج اللي هو برنامج آآ اللي احنا قلنا عليه. يبقى الحل تجاهز نفسك بحاجتين صورة وملف مثلا وورد او ملف اكسل او اي حاجة انت حالل به. انا بعمل هنا صورة اهيه وبعدين بسيبه عادي آآ وحطيته هنا على سطح المكتب في شكل اهو انا دست وخلصت الحل بتاع التمرين وادي عندي ملف وورد ده هو للحل بتاعي ابتدي اتعامل بقى مع الايه مع الحاجتين بتوع حل التمرين دول خلي بالك لما تيجي يزهر لك تمارين آآ في البرنامج آآ ممكن يكون التمرين موجود في الحل آآ في شكل بس او بس يعني ممكن يكون موجود مربع نص هو اللي متاح ليك آآ تحل منه او موجود مكان لرفع الملفات احنا هنا حاطين التمرين بحس ان هو يكون فيه حاكتين عشان يسهل عليك آآ دلوقتي اول حاجة انا اتعامل مع مربع النص انت ممكن تقعد تكتب الحل بايدك طبعا ده الحل الايه العادي اللي هو ايه المنطقي لكن ممكن واحد يستسهل طالما انا معايا صورة اهي موجودة انا عمل لها كابتشر موجودة على سطح المكتب اخد الصورة دي ادوس عليها دوسها مستمرة وارح سحبها وراميها هنا في الايه المكان آآ المكان بتاع او مربع النص اللي موجود هنا استنى عليه شوية طبعا لحسب سرعة آآ النت اهو حمل الصورة اللي انا كنت عايز آآ وبدل مكتب انا ممكن الصورة وارح عمل لها دراج ودروب بالمنظر ده خلص كده انا حلت التمرين عن طريق ايه آآ صورة عايز تمسح الصورة اختار الصورة دي كده يبقى انت مسحت الايه الحل بتاعك ممكن تحطها تاني بالمنظر ده انا رجعته تاني قدام حضراتكم اهي آآ كصورة طبعا ممكن حضرتك آآ آآ تكتب الحل بتاع التمرين آآ او تكون مضطرة انك انت تكتبه لو الصورة اللي انت عملتها طلعت اكبر من ميجا خلي بالك في حد اقصى لسعة الفايل اللي انت بتحطه لو طلع اكتر من ميجا البرنامج مش هيقبله هتبطر ان انت تكتب الحل بايدك تكتب بقى الحل لتمرين رقم واحد هنا في الحتة دي وبعدين آآ آآ تبتدي تنصق الكلام المكتوب في عندك هنا آآ آآ تول بار موجود في امكانيات ممكن تحسن بها لو دوست هنا هيدي لك شوية امكانيات لا بأسة بها تحسن لك الايه الكلام المكتوب آآ آآ الكلام هنا بيبقى من الشمال اليمين للأسف بس انت لو عملت رايت كليك هايزهر لك كده طول ناحية اليمين تخلهو لك من اليمين للشمال يعني ممكن تكتب ايه عربي سريم المهم انت تسلم الحل باي طريقة ما آآ من خلال مربع النصر ما عرفتش تكتب هنا آآ وايه او الحل المطلوب فيه صور وفيه معادلات رياضية وحاجات مع اه ده صعب انها تتكتب في المكان ده هو فانت عندك ملف انت حلل فيه هنا برا تروح ماسكه كده وسحبه في المكان بتاع انزال الملف تسيبه كده بالشكل ده الملف هو تقريبا بتحمل وبقى هنا موجود ايه في حل خلصت الحل بتاعك تدوس هنا في الاخر ايه الزرار ده اهم زرار عشان خاطر تبقى سلمت الحل بتاعك لو ما دستش على الزرار ده اهو آآ من غير ما تحس هتكون انت سبت التمرين من غير ما تسلم استاذ المادة الحل بتاع التمرين تدوس هنا وننزل تحت هنلاقي هنا السبميشن استيتس اتغيرت السبميشن استيتس هنا وقيت ايه سبميتد فور جريدينج سبميتد فور جريدينج يعني انت سلمت الحل بتاعك ومستني التصحيح بتاع الحل كانت قبل كده آآ السبميشن استيتس لسه ما سلمتش. دلوقتي فتاعتك لسه ما تصححش التمرين بتاعك. شكرا.